السلام عليكم ورحمة الله كيف يريد أن يرى اللبس عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد يربيتكم بخير وعلى خير و بالنسبة للمساعدة المساعدة الذين يقرونون في باكالوريا والله يعاونهم والذين يقرون في أول باك والكاتريا والذين يقرون في السادس الله يعاونهم والله يوفقهم إن شاء الله يجبون القطار جيدا إن شاء الله يفرح جميع الوالدين بولداتهم و يفرحون بالنجاح لهم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله إن شاء الله سأتقسم معكم كوموند دير واحد طبلة خدمت الواحد السيدة كانت عندهم خطوبة مهم فيها ثلاثة ديال البلا سأتقسم اليوم معكم الصالة لأن الصالة الحوت والحمل وبرقوق سنشاركه معكم في القناة إن شاء الله بإني لواحد صالة زوينة راقية واقتصادية في نفس الوقت سأتقسم معكم حتى الثمن البيع وبالنسبة للناس الذين يريدون ديروا كوموند ديالهم سوف نديرون جميع مملاحات سوف نديروا جميع انواع مملاحات نديروا هيدية يفديو جيشية و يحوت لليحوط و نديرو الحالويات صعبة ضرب مشافة و تعليم المملاحات لم نديرو بساطة الكبار بطريقة خاصة سهلة و رائعة و لديدة في الماداك و كيف نحصل الخضر يكون بنان و كذلك يبقى لنا خوكون و لا يبقى لنا طيب الخضر حتى كالطيب لنا و كاتهراء لنا سوف نعطيكم الكثير من النصائح أول شيء نبدأ بها هو هذا الشو بروكزل هذا الشو هادو الصغيرين يأتي ورائعين في الماداك يأتي صراحة نزوينين سوف نعطيكم طريقة لان تكونوا فيهم الرملاء و تكون فيهم طراب بزاف أردوا بالكم قبل ما تطيبون أنكم تغسلوهم زيان ترقضوهم في الماء له ماء للبروكولي نفس الطريقة ترقضوهم زيان و تحيدوا لهم ذاك الرأس تحيدوا لهم ذاك الرأس تقشروا واحد شوية تغسلوهم زيان كما ترقضوهم ترقضوهم في الماء لا تجعلوا الخضر دائما تركز عليها في الصلاة لا تطيبوهم حتى يتعجنوا أو نسدوهم الكوكوتلا ترقضو كل حاجة بوحدها مع الماء و شوية ملحة مباشرة هذا الخضر الذي لدينا خضراء لنبقى اللون ديالها اللون أخضر فاقع أنا درت هاد البول هادا كان عندي في المجمد يعني الماء يعني مباشرة بعد ما تطلق لنا الليشو كنديروهم في الماء يكون مقلاصي لما يكون جامد باش كيستوبي لهم تاني حاجة باش كيحافظ لهم على هاداك الماء عفواً على هاداك اللون الخضر اللي تكون عندنا في الخضر يعني ردوا لبال هاداك هاداك مهمة بزاف غنستعملها في الشو ديال البروكسيل وغنستعملها في البروكولي وغادي نستعملها كذلك حتى في اللوبيا الخضراء يعني جميع الخضر اللون ديال الأخضر كنديرو نفس الطريقة انهم مباشرة مين كنحيدوهم من فوق يعني كنصفهم كنديروهم مباشرة في الماء يكون مقلاصي يعني من الأحسن يكون مقلاصي شوفوا هادا البروكولي مبعدته وما غسلتهم زيان وصلقتوا كذلك شوفوا اللون ديالو كيبقى لون أخضر من طبيعة الحاكمة كنصفهم كنصفهم يعني كنصفهم القياس كندخلوا وسط منهم يبدأ السكين يبدأ يدخل طياب وكذلك حتى الجزر حتى هو نفس الطريقة ما نخليوه شي طيب بزاف حتى يتعجلينا وهنايا غادي تشوفوا معايا كنوجد لها مايوناز أنا كنت تعجبني نصيب المايوناز الراسي ماكعجميش نشريها كندير فيها البيض كندير فيها العصر ديال الحامض وكنستعمل فيها كذلك الزيت وشوية ديال الملحة ان شاء الله بإذن الله قريب نشاركها معكم ضمن وصفات عيد الأضحى المبارك بإذن الله ان شاء الله ما ننسيكم شركات سبطولية شاركي معنا وصفات عيد الأضحى أنا ما ننسيكم ان شاء الله أنا معكم هناك سلسلة لمايوناز حضرتها سنخدم بها صدقوني المايوناز اللي نصيبها في الدار جهائي رائعة نصيبه سوس فينيك غيت أو لسلسة فينيك غيت اضافة اللي خاصة كنديروا المعدنوس غير المعدنوس فقط كنديروا شوية الملحة وكنديروا العصر ديال الحامض وشوية ديال الفلفل الأسود خلطوا هذه العناصر مع بعضيتهم هذه هي السلسة اللي غادي نتبلوا بها دوك الخضر اللي عندنا بش ميجي ونش باسلين ما كان كتروش من طبيعة لحن الملحة لاننا اصلا نحن طفنا الملحة من يبغينا نسلقه الخضر فهنايا كنديروا غيشوية ديال الملحة وغادي تشوفوا معايا باش أننا او كان خلطوا عفوان قبل من دك شي كن خلطوا بفرشيطة ولا بشي مع القاموين خلطوا يتخلط مزيين دكس زيت ينسجم على الحامض هناك واحد الاضافة ديالي اللي خاصة أنا كنضيف فيها واحد نص معلقة صغيرة ديال الخردال او ديال موطارد اللي صراحة كيزيد هاد الخضر والله إلا اجرب شو هاد طريقة فالصوص بينك غايت كتجي رائعة وكتعطي واحد مدق زوين ذاك الخضر عكس ما أنا كن بقول ناخدو غيف الخضر كتكون باسلا فهاد الاضافة كتعطينا مدق زوين هنا غادي ناخدو الباربة ديالنا حتى هي كذلك غسلناها مزيان نقلناها وصلقناها مصلقناها شاي بزاف باش ما تهرش لنا ضفتليها شوية دياله مايوناز وصوص الفينيغرات يعني شتجمعها الكبار صافي ديالك الصوص الفينيغرات كتكون سهلة ماشي كل مرة مقاو ناخدو الباربة نشرم لها بوحدة نديرو لاتي شوية الملح و شوية الزيت و شوية الحامض و شوية المعدنس نديرو ذاك الصوص خلطة كبيرة و نشرم لها الخضار سهلة هذه البطاطا مصلوقة نضيف عليها انايا لا مايوناز و ضفت عليها الزيتون الأخضر في الهاشوار او الكورنيشون اللي كان عندكم كتجي هاد البطاطا رائعة في المعدنس تنطقوني ديروا معها شوية الزيتون و شوية كذلك حتى هي جوج معها الكبار من الصلصة اللي حضرنا سوف نخلطو كتكون عندنا البطاطا هنا يا واجدة كتجي بنينة صراحة هنا غاتشوفوا معايا حتى اللوبيا الخضراء حتى هي غصلتها مزيان و قطعتها و صلقتها كذلك بعد ما صلقتها تهيد في المبارد وتهيد لها صوص فينيك كيف ما غاتشوفوا معايا غنديرها الليشو غاد ينشرم الخيزو و غاد ينشرم حتى هذيك اللوبيا الخضراء وهنايا غاد يبقى لنا الروز الروز غاد تشوفون انت هو غنضيف لي واحد الاضافة اللي زوينا طبيعي الحال هنايا خديت الروز صلقته ضفت عليه هنايا الماييس او لدرة المعلبة و ضفت عليه هنايا الطون يعني يكون نوعية جيدة و غاد يتشوفوا معايا واحد الاضافة ضفت هنا على الروز جا اعطاته واحد مدق زوين خديت البيض هكاك البيض وسلقته وتنحكو في الحكاكة تنضيفه على هذاك الروز دينا و كيعطي واحد المدق هائل كيجي صراحة تنزوين به بزاف يعني كيجي ابنين صافي انا حكيت ذاك البيض اللي كان عندي غاد ينجيبو هذيك الماييونيز مكفتني الصراحة هذيك الماييونيز اللي در تعاود ندرنا واحدة اخرى قد هادي لانه مكفتناش لانه عندنا تبارك الله الخضراء كتيرا و عندنا الروز و عندنا هذك يعني البطاطح تهي صافي بعد ما ضفنا الماييونيز غاد ينخلطو هاد شي مزيان و غاد ينجيبو الإناء دينا اللي غاد يندرسي وفي هاد السلطة غاد ينجيبو الخص طبيعة الحال خص مغسول مزيان حتى هو منشف و كنناخدو هاد السيركل هادا كنديرو داك الروز دينا الوسط النصيحة اللي غاد ينبغي نعطيكم منين كتبغيو تصايبو هاد السلطة هادي يوتيوب و زي ما تسمعوني مزيان دائما كتقطو لي لقبل باش كل شي يكون عندكم موجود كتديروا واحد لاليست قبل ما تبدو تحضيرات كتدخلو كتديرو شنو النوع السلطة اللي غاد يديرو انتو ما شنو اللي زان قريديو او للمكونات اللي غاد يتحتاجو كتكتبوهم طبيعة الحال في لاليست منين كتبغيو تخدمو كوموند خاصكم تديرو العبار ديال الخضراء بحال ديب اهنا الخضر كي اللي استعملت فيهم كيلو باش ندير الخضر كاملين يعني اسميتو دارو ووريك تكتبو الكمية اللي غادي تخدمو بيها باش تتعرفو كذلك حتى شحال خسرتو وشحال غادي تبيعو وشحال غادي بقاليكم ديال الاربع فهادي عملية مهمة من بعد ان شاء الله بإديني الله ونتكلم عليها نكمل ان شاء الله دابع من بعد ما حطيت هذا الروز شتو قديته في السرك مزيان هنا غادي ندهنو بسلسة المايونيز وغادي نجيب الثوم القصابي او السيبولات سنقطعه على جوج هذا الديكور هذا يجي رائع من ذلك الديكور اللي كنديروا مثلا ديال الفرماج ديالساندويش او هذا الديكور ديالسيبولات يعطينا واحد الخضورية واحد النظرة زوينة لها السلطة هذي اختراح هذا اللي جديد كنتمنى يكون يعني 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 نجيبو الخيزة يعني المبدأ كيفاش غادي نقول لكم في طريقة باش تدريسوا هالسلطة هذي هو انه مثلا حطينا خيزه هنا في الجهة اللي مقابلة معه خصو يكون خيزه وما نحاولوش نديرو الخضر حضا الخضر يعني دائما ما بين الخضر الخضر يكون عندنا شي لون مثلا يكون حدب عندنا خيزه فهد اللون هادا عندنا الباربة حتى هي في اللون يعني بانفساجي او لغوز او لورضي المهم دائما كتلعبوا عن الالوان فشوف هاكا من يشوف الانسان ذاك السلطة يحس باللي كينه الوان مختلفة وما يكونيش الخضر مثلا حده الخضر صافي انا شوف دارت عاوتاني الي شود بروكسل دارتهم قابلين معهم في الصفل يعني في الجهة الاخرى هنا غادي نديرو البروكولي هنا دبا فين غادي نحصل حيث بقى عندي اللوبيا الخضره ما غاديش ما بليش فين غادي نحطها ما يمكنش نحطها حده الخضر غادي نجيب دبا الباربا من بعد ما حطيت الباربا هنا غادي تلقوني حولتلي هالبلاصة من الجهة الخرام باش ما نحطش كيما كتلكم ما يكونوش الالوان ديال الخضرية يكونوا مع بعضيتهم فدوزو نكملو على تنضيم ديال الوقت اللي قتلكم ضروري انكم تقدو لي لقبل وتقدو كل شي تحطو باش غايت نوضو في الصباح لانه صراحة هات الصلطة وخطب اللي كم راهاكا تشد الوقت بزاف باش تنقي كل حاجة بوحدة وخصوصا انك تسلقي ماشي تسدي في الكوكوت و تسلقي كل حاجة بوحدة البطاطا بوحدة خيز بوحدة البروكولي بوحدة الليشو بوحدة الروز بوحدة يعني اه صراحة كدتشد الوقت بزاف ذاك الشي باش خاصكم تنضموا الوقت ديالكم سيختوه مكانش عندكم مثلا غيث صلاطة كانوا عندكم مثلا اطباق اخرى خاصكم تقدو دائما بالليل ديما تقدية تكون عندكم من نهار قبل باش هكا في الصباح كيك تفقو من طبيع الحال خصكم يعني تفقو بكري شوية مثلا لما كانش اللي يعاونكم بحال دا بق انا عندي البنات هنا اللي كي يعاونوني شادة ما عنديش مشكل يعني كان لونسا اللي هم الخدمة شنو غاد ديرو شنو غاد ديرو شنو غاد ديرو شنو غاد ديرو ماشي مشكل ولكن تخدمها مثلا في الطرغي بوحدة ما كانش اللي عوين راه داروري خصك تفقي بكريم و خصك تقطعي سيختولة الخضر ديالكم وتغسلوها مزيان و تديروها تسلق باش كل حاجات تاخد الحق ديالها دابة هنا من بعد ما قديت هذه السلطة انتو ماشتو اناني الباربة قديتها قديتها مقابلة مع الباربة والبطاطا هاي مقابلة مع البطاطا صافي خديت هنا قطع ديال لابوكا قطعتم هكا كشرائح و خديت هنا وهي الكروفيت غريز يعني هذا كبير الكروفيت غريز تكون كبير و تكون اللون دياله غري ومني كنصوطي و تقول اللون دياله أحمر هو صراحة اللي كيجي في الدكورزوين حيث كيكون كبير كنصوطي مع شوية ديال الملحة شوية ديال معدنوس و شوية ديال الحامض و شوية ديال الزيت كذلك وصافي كنصت تفهم على هاتشكل هذا مهم هو يعني تزين كيبقى دائما حسب الاختيار خديت هذه البغوشة ديال شوية و درت فيهم هنية طماطسوغيز ألوان مختلفة خديت ثلاثة ديال خديت اللون أصفر اللون أحمر و خديت واحد اللون مخلط ما بين فيه الخضر و فيه الحمر و درت معاهم البيض ديال السمان و خديت هنية شرائح ديال سوريمي مصيبة بحال هكا و هنالك يكون شوية طالع يعني 100 قرام تنضن ديرا 25 درهم 100 قرام ديرا 25 درهم هو هذا صراحة كيجي في الدكور دياله زوين بزاف كنستفو على هاتشكل هادا و صافي راك يكون تقريبا هدا هو الشكل النهائي ديال السلطة راك غادي تشوفو معايا في الاخير و هنا يبقى لي هادوك البلايس هنية كندير فيهم دوك الشرائح ديال السوريمي على هاتشكل هادا و غادي نعمرهم بطوماسوغيز و في الاخير بنسبة هات السلطة هدي ديال العشرة ديال الناس درت هنية غيستة دياللي بغوشة زت ربعة أخرين باش كل واحد يعني اياخد البغوشة دياله هكاك فيه البيض و فيه الطومات و غادي نوريكم بأن الكليانة قديت ليها حتى للحم بالبرقوق ها هو مشاركه معاكم في القناة اللي بغى طريقة ديال الحم بالبرقوق يديد الحم بالبرقوق الشف سوعات في بحث في يوتيوب غادي طلع ليه كنناخدو دائما طريفات ديال الملوج باش كيجينا داك اللحم ديالنا بنين وم طبيعة الحال مرافقة دياله هنا يا رفقتو بالإجاس مع السل واللوز البرقوق مع السل كذلك وفيه زنجلان البيض ديال السمان ودات معهم بسطيلة ديال الحوت ودات هنا يا بلاتو ديال حلوية مشكل فيه الموعسالات وفيه حلوية اللوز وفيه صابلي فيه صابلي بن نوغا صابلي بخيستيج مهم الصحة والراحة الصحة والراحة الكلينا ديالي والمتزبعات ديالي كذلك ودابا غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال السلطة ديالنا هذا هو الشكل النهائي كتجي رائعة صراحة في المنظر ولا في المضاق خصوصا منين كنتبلوا هادوك الخضر ديالنا ما كنديروهمش يكونوا باسلينيني انا اغلبت الملاحظة تقاع لي صالد اللي كنا ناكلهم على براء اغلبية انا عارفة كيني الناس اللي كيكونوا مثلا متبعين ريجيم ذاك شي باش كيتطروا انهم ما يديروش الملحة ولكن را صراحة را الخضراء الى ما تبلتيها شو ما كما تنقولوا احنا بزرتي عليها را ما كتجيش مضاق زوين كما قلت لكم ضروري تبزروا عليها بالنسبة لتمن ديال البيع بالنسبة لها النوع ديال السلطات ترككم كتخرجوهما بين 500 درهم حتى 550 درهم لانا تبارك الله كيف تشوفوها عامرة فيها الكوفيت فيها الافوكا فيها البيت ديال السمان وفيها كاك خضر المتنوعة فيها الطون كدلك وتبصيل هذا اللي كبير يعني يا را ما شي غيوكش غي عشرة ديالنا سر يوكل حتى التناش ديال الاشخاص انتلاقوا في فيديو جديد نتمنى تكونوا استفتوا معي والسلام عليكم ورحمة الله